شهد يا الكرام بجد التحية مرة تانية لحضراتكم واسمحولي أرى حب ديفي لمنورني وشرفني في صالة التحرير المهندس أيسم صلاح الدين خبير تكنولوجيا المعلومات أهلا بيك أهلا وشرفت شكرا جزيلا خلينا نتكلم كده ونبدأ الحقيقة لأن إحنا لما استخدمنا التكنولوجي واستخدمنا الإنترنت واستخدمنا مواقع التواصل الاجتماعي إحنا تغيرنا كتير وربما ده أثر على دخل كده في منظومة القيم بتاعتنا والمبادئ وحتى سلوكياتنا اليومية وعندي إحساس إن إحنا بدأنا نتآكل فيما يخص عدتنا واتقالتنا تأثير ده علينا إزاي وهل استخدماتنا هي اللي نستخدم غلط ولا هي اللي غلط تكنولوجيا لا هي وصل التواصل الاجتماعي معمولة عشان التواصل الاجتماعي وعشان العولمة في الآخر فمن أهم حاجات يعني من أهم الكونسطس اللي في العولمة إن الفروق دي تدوب فبالتالي ده أثر على عدتنا وأثر على تقالتنا وتريدنا نكتسب ثقافات وهويات أخرى غير الهوية الحقيقية للمواطن المصري اللي مترسخها عبر السنين اللي فاتت دي كلها فده طبعا من أحد المخاطر الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي المخاطر دي بتزيد أكتر لو كان سن المتلقي أصغر يعني كلما كان سن المتلقي أصغر كلما كان بتأثر أكتر بالثقافات الأخرى وبتتغير مفاهيمه خاصة لو كان طفل مثلا ولسه في إطار تكوين الشخصية وتكوين المعتقدات وهكذا يعني فبيبقى سهل جدا إنها تتهز وإنها تتغير فده طبعا أحد مخاطر المواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام طيب الاستخدامات يعني هل إحنا ممكن نستخدمها بطريقة أفضل من كده آآ طبعا أكيد لأنها في الآخر وسيلة لنشر المعلومة يعني أنا ممكن أتعلم مثلا عن طريق الإنترنت تعليم عن بعد وهكذا ممكن أخذ كورسات ممكن ألاقي وظايف فريلانسينج أقدر أعملها ونقعد في البيت واكسب فلوس بالدولر ونقعد في البيت فالإنترنت في الآخر زي حاجس لحظوا حديني آآ أنا باخد أكسب فلوس بس يعني إحنا بناخد أكسب فلوس بس أكسب إزاي دي بقى مش مهم لكن هو أكسب فلوس بلظبط يكسب عن طريق التيك توك أنه يطلع يعمل محتوى على التيك توك سواء كان هادف أو مش هادف أو أنه يبقى بيشتغل فريلانسينج وبيعمل مشروعات فريلانسينج فبالتالي بيكسب عليها بشكل كويس جدا آآ والمشروع بيتعمله بسرعة وبيخلص واللي بعديه واللي بعديه وهكذا آآ الفكرة بقى في المحتوى اللي احنا بنحطه على الانترنت عامل إزاي هو ده اللي بيفرق آآ زي ما أشرت من شوية مثلا لجوزية التيك توك والمحتوى في محتوى هادف على التيك توك وفي محتوى فقط مثير للجدل وكل ما كان مثير للجدل أكتر كل ما حنتشر أكتر كل ما بقى ترند أكتر فعشان كده الناس بقت بتجري على موضوع الترند على موضوع الشهرة على موضوع اللايكات وللأسف دي مش في مصر بس طبعا يعني ده على مستوى العالم كله بس دي من المساوئ الكبيرة للتواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عامل احنا مثلا معروف عندنا عدد ساعات الممكن يقضيها المواطن المصري أو الإنسان المصري يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقارنات مثلا ما بينها وما بين الإنسان في الدول الأخرى أوروبا طبعا في أحصيات لكده والاتحاد الدولي للاتصالات بيطلع أحصيات بهذا الشكل يعني